أمريكاً برودوكتس أسوسيياشن كانوا عميهم بأحدى الدراسات وتبين لهم أنه من حوالة 80 مليون كالب موجودين بالولايات المتحدة تحديداً يشكلوا حوالة 40 بالمئة من نسبة السكان الموجودة المونيكي اللي عندهم بيتس بالبيت فكانوا عم بقرنوا هيك مؤرنة كتير بسيطة لي أنه في عالم بأمريكا عندهم كلاب أكتر من ما في ناس عندهم ولاد بالولايات المتحدة ليه لأن الكلب أول شي يمكن الكلفة للاهتمام فيها بطير أقل حتى إذا حيالها مرة كنتم صفرين وكنتم موجودين بنيوك بالمترو تلاحظون أنه يكونوا عم بيحطوا دعايات أنه يجب أن تسجلوا الكلب تبعكم لتكونوا عم بتصرحوا عن الكلب حتى تخيلوا أنه فيه دوك ستر هنا كيف عنا نحنا بايبي ستر في بعض البلدين في شي اسمه دوك ستر بيهتموا بالكلب تبعكم بيخدوه بيقصدروه فما أنه غريب وقد سأتحدث عن هذه الكلب يستبدأ التقليدية الذي نحطه للكلب لكن الفكرة الأساسيية من وراءه أنه يكون هذا الكلب أفضل ماذا يعمل؟ أولاً شكله الدزاين من بره يشعرونه قليلاً قليلاً كثيراً خلال المتغفرة والذي يصبح متغفرة بالأسوات وكيف يشتغل؟ أولاً أولاً أعرفكم عن نوعين هذا هو أول نوعي اسمه وصل وصل الهدف الأساسي من وراءه أنه يكون عم يعمل تراكينج لحركة هالباتي اللي عناية لأن اليوم كثير مهم أنه كمين هالكلب اللي عناية يكون عم يتحرك ما يكون نايم كل الوقت فأزبط طريقة فينا من خلال نكون عم نعرف الكلب طبعاً قدي عم يتحرك قدي عم عنده حركة يعني إذا عم يتمشى عم يعمل سبار إذا عنا دوك ستر إذا عم بيروح هالكلب معه أو ما عم بيروح هالكلب معه لتشوفوا إذا المسائل عم تفعون ما عم بيروحوا دعان نخلق هالوصل يلي هي تكوننكت فيا واي فاي على بيستيشن بتكون موجودة بمحل أنتو بتحددوه يلي من خلالها لحيكون عم يعمل أتوماتيك لي أبلود لكل المعلومات على سمارت أبليكيشن متل ما عم تشوفوا بهالحالي والأحلى من هيك أنه صار فيهم تبعتوا اليوم كل هالمعلومات للفت تبع كون للفتالينار بإيميل متل ما عم تشوفون بيقولوا أنه قدي عم يتحرك هالكلب قدي عم بينام هالطفال مونيتورين للدوك ستر ليس للدوك للثنين بسيطيك هذا يسمى لديوك إذا أسموا الكلب دوك يعني فكل لون يعني شيء وكما تكونون تعرفون نعم تفعل مهم أنه حاطة تكلبك مع هذا بيجردك إذا يعملوا منيح أنا ترفع طول بجريب لأي لك فكرة كوميرشال هلأ تحبيته ماشتا بجريب لأي لك فكرة كوميرشال فهي بيسيقية هي هي عدد المومتي بس تتمشي مع ايو اس ديفايسي يعني عم نحكي عن ايفون ايباد ايبود الجديد ايبود الجديد نيو جنريشن تبع الايبود يلي فيكون تنسزوا عليه وان افليكيشن ازمان رفاكت ودستنس يلي بيضل يلقى منا ليقدر يعمل الابلود لهالمعلومات هنا عن هالدفايس الأساسي هلا هذا كان أول ديفايس يلي اسمه وصل تاني ديفايس بنفس الكاتجري بعدنا بسمارت كولرز هو الفكرة الأساسية من وراء اكتر كاتي انه يكون عم بيعطينا مثل منوترينج للكالب وين موجود بحال دي يعني وبعد يدهاج شوي هيك كن لازم بليش فيهم بالقلب نستوعبها اسرع يمكن هاي بالماركتين كنت تمرق قبل كن لازم بليش فيها هيك بحضركن نفسيا للي بدي كامل فيه فالناس كنا عم نستعمل غير استراتيجي اللي هي بدي اختم بطريقة اللي يكون وابسو فيها هل عم تعطي محاضرة بالماركتين هل تتعلم؟ أثناء مدرستين كتابة كل هذه تحت النظرية فتانية تانى فكرة هي نفس الشي كي اول كنسب تحدث عنه فريق انه هون فيها جي بي اس والهدف الاساسي منها جي بي اس وانه بحال ديعت الكلب تبعكم يكون فيه من خلال خريطة كتير بسيطة منتماع تشوفه هون تعرفوا الروكيشن تبع هذا الكلب الكنسبت جي بي اس و الفكرة هيدة منع كتير جديدة اول شي كنت تنطرح بسنة الالفين وعشرة في أكتوبر 2010، ولكن سنة بعد سنة كانوا يتطورونها. اليوم نتحدث عنها لأنهم دمجوا فيها مع الـ GPS هذا الـ Health Monitoring System الذي من خلاله يتحرك الكلب، أين يذهب؟ أين يذهب؟ لن نعرف أين هو موجود بحال ذا يعني؟ هناك طريقة بسيطة أن أقوم بعمل المكان وهذا يمكنكم أن تكونوا متمنين أنه لا يستطيع أن يكون هناك مباشرة وليس يجب أن يجب أن يأخذه سيدة أنا، لابست شيء للكلب معه؟ نعم، هي الكولية العادية التي تضعها هنا تضاف، في هذه الصورة تظهر الـ GPS شكلها يضاف، إذا ترونها في الصورة هي تضاف على الكولية الأساسية مثل ما ترونه هنا وأكيد تستخدم الانترنت كنكشن أول شيء وبعد ذلك، أول ما تخسل الانترنت كنكشن تستورز المحل الذي كانت موجودة فيه أفلاين، وبتبعات الكلية الضغرة لتكونوا تعرفوا أن هذا الكلب ظهر من النطاق الذي كنتم محددينه الذي يصبح من خلال الانترنت كنكشن فهو كانوا أول اثنين ايتم أول واحدة اسمها وصل والتانية اسمها تاغ اثنين اتون تستخدم الانترنت كنكشن وعطول يجب أن يكون فيها الباسيونت كما نرى في هذه الصورة التي من خلالها سيكونوا يعملوا لكل المعلومات التي ستجعلون على سمارت أبليكيشن بس أول شيء ستكون موجودة على اي او اس وزنة أبداً ليس هيكون تقيمة إلا هؤلاء اثنين، فوقاً نرى وصل تحت وزنة، وزنة سيكون بس ونحكي عن 16 غرامز وليس ستشكي العبء الكلب سيكون يضايق أكيد سيضايق منها أول شيء لكن يتعود عليها مثل حيالة كولية ونرى انها جيدة جيدة مفيدة 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 اليوم في الترنت كاتيا هنا الكاميرات التقليديية اليوم يتعود عليهم ويجب أندرويد ومعاتيات ويجب أن تتطلع على سكرين بسيطة ويكونوا مفيدة؟ لا مفيدة يتعودوا رسولة عالية واليوم يتعود لكم مفيدة لكن بعد أن نتعود لا شخص معه إليها يتحدث عنه المفيدة 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 ويجب أن تتعود من وراء هذه القارجة اسمه نظيف ويجب أن يكون نكيب ويجب أن تكون مفيدة ويجب أن تتصل على الكاميرا كما ترى على مفيدة كما تحدث شاشة ويجب أن تتعود صورة ولكن مستطيع على مفيدة تظهروا فيه بنفس اللحظة، ستكون هذه الصورة مثل ما هي تظهر على شاشة ثانية فيا واي فاي. واي فاي؟ يعني ما بدي يكون قريب، ليس فيا بلوتوث. لا لا، ليس بلوتوث، ليس بلوتوث. والرانج تبع الواي فاي كمان أكيد تسليمتد في رانج، بس أنه فيكو حيالة محل إذا تعملوا فوتو شوت، تلطقتوا صور. أنا أعطيه دكتور شيح تتعزوها بفوتو شوت. تشفوها على سكرين أكبر، في نفس الوقت ما هنالس بيكونوا موجودين. مثل ما بتشوفوا أنه شكلة بيسيك، أبداً ما لنا بشعة، بيسيك، تنوصل مثل يو اس بي بورت، هي اللح تكونها تنضاف على الكاميرا، على الكاميرا زيالي موجودين بالأسوأ، يعني اليوم ما عاد في زوم تعملوا أبغريد لها الكاميرا، يلي أنتو دافعين حقها بتكونوا سراوات طائلة. يعني نحكي هؤالكاميرا، زغير عن اللنس اللي بتشتريها، في منهم بيصير حقهم بالأربعة تلاف وخمسة تلاف دولار، واللنس عم نحكي بالعشر تلاف وعشرين ألف، هيدا شكلة بكل بساطة، منتما بتلاحظوا أنه حتى اليوم صار في إليه كليبس، مثل ستاند بي القطة بالترايبود، يلي تكونوا عم تستعملوا لمدال هيك مدندل، وشكلها مزعيش، والفكرة أسئلة من ولاها أنه تكون عم تنقلكم كل الصور في واي فاي، على إبيجر سكرين بطريقة كتير مبسطة. حبيتيها هيكاتيا؟ مفيدة، حلوة. والاسم هو واي فاي. واي فاي، واي فاي اسم مذكر كأنه واي فاي اسم مؤنس، أولي، يعني هيا فيها شوية كرياتيفيتاء أكتر، أولا أنا عم نروع للمصورين، ما ألا معنى؟ ايهف نوكلو، بديك نشوفها على جوجل، منلاحي، هذا بعد أنه وقت تاني سرين، هلأ ما منلاحي، نشوفها على البريك، ونخبركم بعدين، واقفة، مجرعة،